اعتقال الناشط مصطفى الممري في صنعاء وهذا مقاله وسبب اعتقاله حيث اكدت مصادر محلية اعتقال الناشط مصطفى الممري في العاصمة صنعاء وقالت المصادر ان الناشط مصطفى الممري تعرض للاعتقال اليوم السبت بسبب تصريحاته التي انتقدت الفساد وكان الممري قد ظهر في مقطع فيديو رصده حيروت الاغبار ينتقد الظلم والفساد الذي تعرض له في الاسر في صنعاء حيث قامت عناصر تابعة للحوسيين باعتقال الناشط اليمن مصطفى الممري وبحسب ناشطون فان عناصر حوسية قامت ظهر اليوم باعتقال اليوتيوبر الشهير مصطفى الممري وجاء اعتقال الممري بعد حديثه عن الانتهاكات الحوسية ضد المواطنين في صنعاء وتعد هذه هي المرة السالسة التي اعتقل فيها الممري من قبل الحوسيين نسأل الله العظيم ان يفق اسره حيث افادت مصادر محلية باختطاف ميليشي الحوسي لليوتيوبر مصطفى الممري في سمعاء وقالت المصادر انه تم اعتقال اليوتيوبر الشهير مصطفى الممري وكان الممري نشر فيديو يتهم مسؤولين حوسيين بالفساد بالاضافة لحديثه عن فيلا التاجر الحزيفي التي حاول نفيزون في الميليشي نهبها بالقوة وهذا سبب اختطاف الممري وفقا للمصادر عزيزي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا اليوم اشكركم على حسن المتابعة دمتم بامان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته